موسيقى حياكم الله من أهم المشاكل لدى الرجال وأكثرها شيوعا مبسوطة جدا أكثر المشاكل لدى الرجال وأكثرها شيوعا مشكلة الصلع وتساقط الشعر وقد تكون الأسباب المؤدية لحدوث وتفاقم المشكلة من البسيطة والعرضية إلى الوراثية ما هي هذه الأسباب وكيف يمكن التقليل من حدوثها لسيما في فترة الصيف والحرارة المرتفعة للمزيد ينضم إلينا في استوديو الدكتور سالم عنتا باختصاص أمراض جلدية صباح الخير دكتور صباح النور أهلا يعني دكتور تساقط الشعر هي مشكلة ليست فقط عند النساء ولكن أيضا عند الرجال خلينا نعرف الأسباب ممكن تختلف ما بين الرجال والنساء وأبرز هذه الأسباب طبعا تختلف لأنه السبب الرئيسي خليني يقول لتساقط الأشعر عند الرجال خصوصا بعد البلوغ هو الوراثة المرتبطة بالتستستيرون يعني الوراثة المرتبطة بالهرمونات طبعا العمر يختلف حسب أي متى بيبدأ التساقط بيختلف حسب الطقس حسب الجنس حسب العرق لكن نحن بنقول يبدأ بلاحظ الشخص خفة أشعار الرئيس بالناحية الصدغية بالناحية القفوية أو قمة الرئيس ممكن الأشعار أحيانا ما تسقط ممكن يلاحظ الشخص أنه الشعر عم تتحول من شعر نهائية لوبرة أو زخبة يعني تراجع الشعر من مراحله النهائية لمراحله الأولية طيب دكتور خليني أنا أسأل حتى لا نحبط المشاهد على الأقل واللي تساقط شعرهم بأنه بعض الدراسات تقولهم أكثر جاذبية من الرجال كثيفية الشعر طبعا هو لا يعتبر مرض حتى حاليا لا يصنف مرض لكن بعض الأشخاص جماليا بيحاولوا يسيطروا هو أنا أركز على جماليا لأن جمال مخرجنا زعل شوي طيب خلينا نتكلم بأنه بالنسبة للعوامل الوراثية هل تبدأ أو حتى تساقط الشعر عموما هل يبدأ في سن معين؟ بعد البلوغ غالي إذا كان السبب وراثي هرموني طيب لكن في أسباب كثيرة لتساقط الشعر مرضية ممكن نحن حتى لو في عمر متقدم لو في عمر متقدم يقولون 30 خلص انتهى موضوعك إذا كان لديك أحد طرفي سواء الوالد أو الوالدة لديهم تساقط شعر لن يصيبت هذا صديقي هي خريطة جينية خريطة وراثية تختلف من عرق لعرق من عائلة لأخرى ممكن يبدأ في عندي مرضى بالعشرين 18 بيبدأ في مرضى ممكن بعد 30 هذا عم نحكي عن التساقط الوراثي الهرموني يعني نحن نسميها الحاصة الأندروجينية لكن في أسباب كثيرة مرضية مثلا نقص الفيتامينات والمعادن ممكن يجي بعمر مبكر وعمر كبير الأمراض المناعية مثل الثعلبة الستريس الحقيقة كتير بدي نبه لها المنطقة الستريس التوتر ممكن يؤدي لتساقط الأشعار الأدوية بالأعمار المتقدمة إذا فجأة شخص بلش يلاحظ أنه أشعار الرأس بلش يتخف أدوية الضغط الأدوية المميعة للدم الأمراض المزمنة يعني تماما الأدوية مثلا نحن نقلع مضادات لانقسام ممكن تؤدي لتساقط الأشعار ارتفاع الحرارة العالية إصابة فيروسية سببت ارتفاع حرارة عند الشخص العالي ممكن يؤدي لتساقط أشعار لكن اللي بدي يقوله أغلب هالأمراض ممكن السيطرة والتساقط ممكن بعلاج يرجع يطلع الشعر طيب إذا لم تكن عوامل وراثية وكانت أسباب أخرى زي الحرارة زي عادات يعني لو تكلمنا عن العادات الخاطئة اللي ممكن الرجل يعملها وتسبب تساقط الشعر ونسبة الشعر الطبيعي في اليوم عدد التساقط اللي بدي يقول عدد أشعار فروة الرأس عند الزكر وسطيا مئة ألف شعر تساقط خمسين لمية هذا طبيعي تماما لكن أنا إليت أحيان ممكن ما يتساقط ممكن يلاحظ شخص أنه الشعر بلش يغير طبيعته يعني الشعر لو ما تساقطت إذا بلشت تتغير من شعره لو بره هذا يعتبر تساقط كتير مهم نعرف أنه عند الشباب هلما اللي بيلعبوا رياضة بناء الأجسام تناول الهرمونات سواء أبر أو الأحبوب بيؤدي لتساقط الأشعار غسل الرأس عدة مرات لأننا بفصل الصيف ممكن واحد يضطر يعمل شوار 3-4 مرات يفضل ماء يأكسر من استخدام الشامبوات يعني ممكن مرة يستخدم الشامبو أو مرتين وبالحمام نفسه مرة واحدة مو أكتر وبدي نوه لنقطة مهمة يفضل أثناء الاستحمام تغيير حرارة الماء ليش؟ لأنه لما أنا بحمم رأسي بمي دافية برجع بمي أبرد شوي فهذا الشيء بيؤدي لتوسع وتقلص الأوعية الدموية فبيزيد الدم اللي جاي على فروته على هالجو اليومين ماكو دافية كله حار دكتور هل يستطيع كما يقال أن يصلح الأطباء ما أفسده الدهر من سقوط يعني البعض سقط شعره أنا مثلا سقط شعري الآن لسه وي يعني شوية على الخفيف طيب هل هناك أدوية تزيد وهل لها عوارض جانبية؟ طبعا هل اللي بدي يقول بالنسبة للصلاع الزكوري أهم علاجه العلاج الهرموني طبعا وهذا الشيء مثبت علميا الفينسترايد لكن نحن هون الجرعة مهمة واحد ميلي جرام باليوم مع المينوكسيديل موضعي على فروة الرأس أحيانا إلو أعراض غير مرغوب فيها الفينسترايد لما بنعطى بجرعات عالية لكن إذا عطيناه واحد ميلي جرام بس أعراضه الجانبية كتير خفيفة المينوكسيديل أحيانا ممكن يعمل حكة بالرأس إذا نعطى بجرعة كمان بتركيز عالي النقطة المهمة البدي أولى بالنسبة لعلاج التساقط الوراثي العلاج مستمر يعني يا جماعة اللي بده يبدأ علاج مجرد يوقف العلاج يرجع للتساقط بس خليني أستفسر منك عنوطة دكتور تبطئ التساقط أم تعالج نهائيا التساقط؟ هلأ تبطئ غالباً تبطئ لكن إذا كان العلاج مستمر ممكن نوصل عند بعض الناس أنه نعالج إحنا راح نروح لأسئلة المشاهدين ولكن رأيما نشاهد أسئلة المشاهدين بيودي أسأل عن اللي يلبس الغترة والعقال والطاقية خاصة في اللبس اللباس الخليجي في هذه الفترة؟ الحياة سيلاحظوا حدين في فصل الصيف والحرارة العالية هو مفيد لأنه عم يحمي من أشاعات الشمس لكن بالفصل الشتاء لا هو مضر يفضل يصير فيه يعني مثلنا نقول الشعار يتنفل بس أحسن على جد دكتور حقن البلازمة؟ طبعاً أحدث العلاجات ومسبت علمياً حقن البلازمة ما سبب ظهورها برغم أن الأطباء معرفوا الشخصونها هل هي جالسة تتكاثر في الجسم والوجه ويكبر حجمها ولونها ويغمق؟ أرجو الرد دكتور هي بقعة أعتقد ما أريد كيف؟ هذه الصورة المرفقة صورة البقعة طبعاً البقعة المنتشرة على الجسم أحياناً بيكون إلى أسباب فطرية أحياناً مرضية أحياناً عادات شخصية يجب فحص المريض فحص المريض لوضع التشخيص سؤال الثاني صباحكم صحة وعافية ما سبب الإكزيما وسبب العلاجها؟ وهل هي وراثية وجزاكم الله كل خير؟ طبعاً الإكزيما في إلى أنواع عدة في وراثة وفي أحياناً إكزيما سبب مواد بتلامس الجلد ومثل ما قلت أحياناً علاج تساخط الشعر ممكن يسبب إكزيما بفروة الرأس بتعمل حق طبعاً علاجاتها مختلفة حسب السبب جيد هل السبب الرئيسي اللي يحب الشباب دهون الكبد؟ لا أبداً أسباب وراثية هرمونية زيادة إفراز الدهون هلأ في نقطة مهمة أنا نسيت تخبر فيها دراسة حديثة جداً أغلب البيعالج وتساخط الأشعار بيأخذوا فيتامينات أكثر عنصر هو البيوتين يا جماعة أي حدا عم يأخذ بيوتين أو مواد لتقويت الشعر فيها بيوتين وراح يعمل تحليل الغدة الدرقية المفروض يوقف البيوتين ثلاثة لخمس أيام قبل البحث قبل التحليل لأنه البيوتين بالدم عم يؤدي لنتائج خاطئة بالهرمون الدرقي فهذا ممكن ينعكس سلباً ويخلي الطبيب يعطي علاج خاطئ طيب عندي حساسية هل يعني لازم أقطع أكل البيت؟ ما سمعت عندي حساسية هل يعني لازم أقطع أكل البيت؟ لا طبعاً لا الحساسية إلى أسباب كثيرة أحياناً بيكون لقوة أحد الأسباب طيب إذا كان سؤال آخر أو لا؟ طبعاً نسيت أخبر أنه الرياضة ممارسة الرياضة تساعد بنمو الشعر لأنه بتخفف من التوتر أي؟ وهذا الشيء بيؤدي إلى التخفيف من التساقط الشعر يعني السترس الضغط يؤدي إلى التساقط والرياضة من الممكن أن تنفس هذا الضغط وبالتالي جيد إذا راح نمارس الرياضة بس عشان الله يدهش عم بدون هرمونا بدون هرمونا بكراً لك دكتور سالم عن تابي اختصاصي أمراض جلدية ستكون معنا بعد الهواء للإجابة على سلط المشاهدين عبر حساب العربية أو صباح العربية آت صباح العربية على تويتر شكراً لك شكراً لك شكراً لك شكراً لك